مرحب أعرفك أهلا بكم على قناتي لا تنسى أن تقدر لزر الاشتراك واللايك يبدو كستنا بفتاة تمسك سيفا ويدها ينزف بشدة متجهة إلى القصر الملكي وتندر إلى شخص يمتلك شعر أحمر يقول له أنا رابع أنا زوزتي هنا لكي تهنيع زوزها في أمي موليدي الآن ارمي ذلك الشي القاتير كانت غاضبة قالت لا علي أن أفعل شيء وسألها إن كانت تريد أن تقتلهم مجددا أه لم تفشل من قبل قالت له كان عليك قتلي بدلا من أن تقتل تلك الآلة البريئة وأن تعطي جسري إلى تلك الغربان الذي تهبهم نهار من مقانه واتجه إليها وقال ساخرا لا تقولي مثل هذه الأشياء كيف سأقتل شخصا أهبه اتسمت ساخرا هب هل تقول تحبني؟ كيف تقول تحبني؟ وبعد كل ما فعلته لقد قتلت كل عائلتي وودعت رؤوسهم في المطقل هل تجر أن تقول هذا هبا؟ وقتلت أشخاصا فقط لأنهم نذروا إلي نذروا إلى أيوني وقتبت اسمك في كل أنهاء جسدي بدلك الخذيذ الذي يخرج حتى تجر أن تقول كل هذا هبا؟ وقال لها طبعا هذا هب أنت ملكي كما قلت هذا مقتوب في كل أنحاء جسدك أنت تنتمين إلي وتسرق البتلى لا أنا لست ملكك مسك يدها وقبله أنت ملكي وإلى الأبد وبذعت بالضحق المجنونة وقالت حتى في ذلك الحياة وحتى في هذه الحياة أكبرتك أنني لم أكن ملكك ومستحل أن أكون ملكك مسكت السيف وودعته في أنوكها قال خائفنا ليها هذا قتير عليكي رجي السيف وقتعت نفسها وقالت أنا سأقتل النفسي من المستحل أن نسمع لك أن تقتلني في ذلك العالم السفلي لنرى السماء الزركاء إلا في يوم ميلادك لكن أنت لا تستحق أي هدايا لذا سأعطيك الحدي الذي تستحقه لذا مولد سعيد يا هيوجو هيوجو يصرخ أحضر طبيبا وراءت شخصا يبكي من الهدور ها لماذا يبكي هل هذا من أجلي لا تندري لي هذا انتقام رائع أريد أن يندم هيوجو طوال حياته ولا ينسى هذا اليوم وماتت البطلة ها أين أنا لا أعرف لما استمر الرجوع في تلك الحياء لكن رجاء لا ترجيوني لا أريد فرصة تانية سأكون سعيدة فقط إذا اختفيت لا أريد العوضة وخرجت البطلة من السيارة ويبدو بأنها عادت إلى الحياة مجددا لا تبدو سعيدة على الإطلاق في حياتها السابقة قتلت نفسها آه لماذا أؤدت مجددا لماذا أؤدت مجددا وتصرخ البطلة مكخرة وفجأة تسمى قطواتا للهسان هي وجهنا علي الهروب لكن لا أستطيع الهراك رجلي لا أقدر التهرك استدارت وهي قائفة ونرى شابا وسيما قال لا قد بأنكم من الأرض صح؟ آه يا للجمال يا للوسامة آسفة يا بنات لكن هذا وسيم محجوز في الآلم السفلي هذا المكان مكان في الوسط بين الأحياء والموتى مكان كل ميت لا قد يمر فيه وأيضا يسمى بالآلم الدلامي كل الناس الذين يعيشون في ذلك الآلم يبدوون حياتهم هناك ويخلصون حياتهم هناك وأحيانا الناس من الأرض يتوهون هناك مثل ما هذا ثماي وما أئلتي ويكتوا بالأفكار ها صوت يقول هل أنتم بخير؟ كان البطل يسألهم وجواب العب البطل وقال لا نحن بخير لكن كانوا مستقربا بملابسه الذي كان يرتديه وتسأل إن كانوا يساورون في ذلك الغابة وقال يبدو بأننا خسرنا هاتفنا لذا هل يمكنني استقدام هاتفك؟ قال البطل أنا لست متأكدا بماذا تتحدثون عنه لكن بإمكاني مساعدتكم يا بنات شوفوا هذا الصور شوفوه آه هذا الشخص وسين وطلب المن القادم أن يرسلهم إلى الإمبراطور لقد سماتهم من البطل وقافت ماذا؟ الإمبراطور هو أبو هيوجو إذا استمر الوضع هكذا حتما سأقابل هيوجو لا بل من الممكن أن يأتي لهنا هذا مكان ليس آمنا علي الهروب لكن أين سأحرب؟ وسمات شخصا يناديها أختي هل سماتي هذا؟ إنه سيسايدنا يجب أن تنهدي ولم تكمل قلامها وتندر مستغربة ومتفاجئة ها؟ ماذا حدثي لشاركي؟ وشار البطل التي نيتغير إلى الفدي وقال البطل هذا جميل جدا لم أرى مثل هذه الشارب في حياتي يجب أن تأتي معي شاركي جميل للغاية أبو البطل قال ماذا؟ ماذا؟ فقط ستوقود ابنتي الأقبر لا تقلق فسوف تقابلها بعد ما تقابل للمبراطور ماذا؟ كيف تدوقوا مني أن نصدقك؟ وتبدأ بالتدك بثلاثينا بحيوجو وماذا عاشت معه؟ إذا استمر الوضو هاكذا سأقابله ورأت بأن أمها تلومها أنت السبب أنت بسببك متنا كنت تعرفين بأنه سيقتلنا ودقدتها لنفسها وقالت أنا سأرحب أبوها وأختها قالوا لا يمكن هذا خطير للغاية لا يمكنك الرهيل فكرت بنفسها لا أعرف إن كان اختياري سائبا لكن لكن أنا لا أريد أن أقابله يوجو الآن هذا فقط أملي الوحيد وسمع شخصا يقول وتركوها منذ ما تتسمع القلام إنها لا تحتم بشأننا وتفعل كل ما تريده وخانت أم البطل وتبعت القول لا يهم لا أريد أن أطيب نفسي إفعل ما تريدين فلغادر نحن من هنا وهكذا غادروا العائلة بالكامل وتركوها لوحدها مع البطل طبعا وقالت البطل بنفسها أنا آسف يا أمي لكن لا يمكنني أن أبرر بكل هذا الآن لكن فهذه الخياة سأتكد بأنني سأحميكما قال الله البطل أنت فتة غريبة متأكد بأن القرار كهذا كان سابن عليك والبطل أوتت يدها كائلا تريد أن نحكي لمفردنا صح رأيه ماك ألا تريد أن تسلم على يدي اتسمى البطل وقال في العالم السفلي من المشرف أن أسلم على فتاة جميلة مثلك وقبل يدها الآن أقبريني بما أردت أن نحكي وفخرت البطل منذ تلك الحارثة وأنا أعود إلى نفس المكان مرارا وتقرارا هذه المرة الثالثة الذي أعود في نفس المكان لكن في هذه الخياة سأستقدم كل ما تعلمتهم من المرتين الذي موته فيه وسوف أهرر نفسي من هيوجه مسكت يد البطل وقالت رجع أن كدني معك مستغربا وقال فتاة تسأل شخصا لتعرفه أن تمشي معه هل تعرفين مدعاني ذلك؟ وأعجابت البطل أدري وفكرت الشيء الوحيد الذي أنا متأكد منه بعد ما عشت مرتين في هذا العالم لما يدكل شخصا في عالم السفلي لا رجعت منه فسيكى هناك للأبد وأسوأ من ذلك إن من المستهل أن لا يلاحظني ذلك الهيوجو أنا لا أريد أن أعيش ذلك المعاناة مجددا فسوف أفعل كل شيء لك أطلع من هناك وسرخت أنا أريد أن أكون فتاةك تفاجأ واتسم طريقتك وأيضا ملامه وشك لا يبدو عليك بأنك سعيدة فمثل هذه الكلام الجميل لا يجو أن يتلم لهذه الوش الهزين علي أن أعترف فأنا لدي بالفعل فدول اتجاهك لكن المشكلة أنا لا أطلع من شخص لا أعرفه سرقت هي وقالت لا أعرف بأنك ستأخذني معك الأشخاص ناديين الطبيعيين لما يلقون شخصا دائع يسألونه إن كان بخير وسيسأيجونه لك يطلع من هذه المقان لكن أنت ما فعلته لقد جعلت من قائلة يتعرفون على الإمبراطور وأيضا طلبت مني أن نحكي بمفردنا وهذا يعني بما فعلته يعني بأنك قسرت القانون ألست محكة؟ أقبرني اتسموا وقال يبدو بأن طلبك سيكون سابا لكن لا بس قادريني لوحلة وهاملها وجعلها تجلسه فوق الهسان كانت متفاجئة وقال الآن دعيني أقدمو اتفاكا كما قلت في السابق أنا لا يمكنني أن أرافك شخصا لا أعرفه لكنني لست بذلك الطيبة لكي أصدكك وأدن بأنك فقد تريدني أن تكون فتاتي كوني سارها وأكبريني بالحقيقة وقالت ما أريده حقا وتذكرت عائلتها وقالت رجاء نحميني أنا أختاج إلى الهماية وقال لبأس إذا ورقب الهسان واتجه إلى القصر وفي الطريق تذكر بأنهم لم يتعرفوا حتى الآن ولا أعرفون بعده من البعض وقدم نفسه وقال بأن اسمي هويتا أنا اسمي يونوو وبعض وقت قال لقد وصلنا هذا هو خسري من الوراء لأن شاركي جدا ملفت للنظر علينا الدخول من الباب الخلفي وهي فهمت الوض وقانت تندر إلى زهرة بيضاء وتذكرت بأنه يوجو قانا يهدير لها منه هو لحظ بأنه قانت تفكر أو لم ترى مثل هذه الأسحار من قبل صح؟ هادون الأسحار لا ينمون إلا في عالم السفلي هنا الليل والنهار دائما الدلام لذا الدوء الوحيد الذي نملكه يأتي من السخراء البركاني وتلك الظهور تلو من تلك الرماج وجاوبته باتسامة ووجه حزين لقد فهمت وهو لاحظ بأنها قانت حزينة ودخل الخسر وسمو صوتا استقبلهم سيد النبيل كنت بانتداركم والبطلة قال خدمت القادمة بنفسها وقالت أنا اسمي ساريم وتذكرت البطلة ساريم كانت قادمة في حياتي السابقة قانت تحتم بي للغاية وقالت مهما يحدث أنا سأكون معك يا سيدتي وسأحميك أنا بصراحة سعيدة لأنني التقيت بساريم لكن أليست ساريم قادمة للهيوج فكيف هي هنا وأكبرت ساريم للبطلة بأنهم اهتموا بالعائلتها والبطل طلب من الساريم وقال لا يهم أي لون ستستخدمي لشارها فاسبغي شارها وجالي لون شارها مختلفا وأيضا إجاليها تغير ملابسها وأرسليها إلى غرفتي وفي مشهد آخر نرى الساريم تعرفها على القصر وقالت إذا احتاجت أي شيء فقد أكبريني بذلك وقالت البطلة شكرا لك لكن يا ساريم لو أريدك أن تناديني بسيدتي فأنا لست سيدتك وأيضا يوجد سوء تفاهم أنا وهويت لا يوجد علاقة بيننا وأيضا وقتها ساريم بسرعة وقالت هذا ليس صحيحا أولا إن السيد من طلب مني ذلك وتانيا كيف سأوارد طلب سيدي وأيضا هذه أول مرة سيدي هويت يجلب فتاة في قصر واستغربت البطلة وقالت ماذا؟ لم يكن يبدو لي بأنه هذا أول مرة فمن التصرفاته كان يبدو بأن لديه كبرة ساريم قالت ليس من المقام أنا أقول لك ذلك لكن أنت مميزة لسيدي واستغربت البطلة وقالت ها أنا مميزة؟ آسفة لكن أي نوع من الأشخاص هو هويت وساريم قالت سيدتي هل تعرفين بشأن روح الهارس؟ كل شخص يوالد في العالم السفلي يمتلك بروح هارس يوجد قطير من الأنواع بداية من الدعافة كالأرانب إلى الأقوية كالنمر لذا الكوة يصنف بالحيوانات الذي تحميهم وفي الكوتهم والبطلة فكرت بنفسها أنا سلفا كنت أعرف بمثل هذه الأشياء وأشخاص أقوية الآن في هذه العالم السفلي هو الإمبراطور يمتلك نميرا كالروح الهارس وأيضا ابنه خيوجو يمتلك دبا بنيا كالهارس الروح ساريم تبات القول وقالت إن السيد هويتا يمتلك دقبا أسودا كالهارس ماذا دقبا أسودا؟ يلائمه للغاية وفي مشهر آخر نرى البطلة تستحم وساريم كانت تهاولا تسبق شارها وسألتها بأي لون تفجل لكي تستخدموا لشارها وهي جاوبت لا هم فقط استخدم ما تريدين ساريم قالت أنا أريد أن أسبق شارك بلون الأسود خسيدي سوف تكونون مشابهين وتفكر البطلة ساريم تبدو مارحة في هذه الخياة لم تكن هكذا من قبل لكن على أي حال أنا سأفك بها في هذه الحياة كمان في هذه الحياة أشياء عديدة مختلفة مثلا التكيت بهويتا بدلا من الهيوجو والتكيت بساريم في قصر هويتا وأيضا ما مشكلة شاري لما أصبع لونه في الدين؟ شيء ما يقول لي هذه الحياة سيكون مختلفا هذه المرة سأكون متفائلة ساريم كتاد حب لأفكارها وقالت ماذا فعل الآن؟ شاركي لا يمسك الألوان لون شاركي أسبها رساسا ماذا فعل؟ قالت لها البطلة لا يهم، ماهما يكون؟ المهم أن يكون غير في الدين لذا لا تحتمل هذه الدرجة ساريم قالت لكن أردت أن أجعل لون شاركي كاللون شاري سيّري لكن لا بأس، هذا أيضا يبدو جميلا عليكي والآن، أنا سأخرج غير ملابسكي سأنتدروكي في القارج وغرجتي ساريم وبعد ذات تفكر البطلة وقالت، قال بأنه يريد اتفاكا لكن لم يكن ما يريده متأكير بأنه سأحميني إذا كنت مهمة له كما قالت تاريم وغيرت ملابسيها وخرجت لكن، سامات سوطن يقول لقد قلست بسرعة فكما سامات أنا، الفتيات استغركون وقتا طويلا لكي يتجهزوا لكن إذا كنت سوف تتلعين بهذا الجمال إنت داركي استحق ذلك وسألته، ماذا تفعل أنت هنا؟ وأجاوبها يقترب رجاء لا تكون غاضبة لأنك أنت منذ البداية من طلب مني أن تكون ملكي ها؟ ماذا؟ وأنت قلت بأنك لا تريد امرأة اللي تعرفه أليس كذلك؟ أجل، أنا هنا لكي نتهدد بشأن الاتفاك فكما تعرفين، لم نتهدد بشأن أنا بشأن بما أريده كما تقبلت تلواتك عليك أن تتكبلي ما أتلبه منك أليس كذلك؟ وتلبي جدا صح كني زوجتي هذه اللحظة أريدك أن تكون زوجتي وهي ردت قاذبة أنت تغير رأيك كل ذكيقة هل تستمتع بالتلاوب مشاعري؟ ربما تفكر بأنني غابية لأنني تلبت منك أن ترافقني لقد رفتني في السابق أنت حتى لم تفهم لماذا تلبت ذلك منك وأنا من مكاني هنا؟ أرى بأن بثلتنا غابية كأي بثلت منها؟ لقد قال بي كل هدوء أنا أعتذر، ربما لقد حصل سأتفاهم بيننا وأنا آسف لأنني لم أتفاهم شعرك أنا متأكل بأن لديك أسبابك الخاصة بأن تطلب شيء كذلك لكن، يجب أن تعرف بأنني أيضا لدي أسبابي الخاصة لم أكن أخذب عليك، فلتسمحي لي أن أبرر إن الإمبراطور أهم شخص في عالم السفلي ويوجد شخصين يتبرون خليفا للإمبراطور والبطل متفاجئة في حياة السابقة لم أسمع بذلك لأنني كنت أعتقد بأن الوريد الوهيد للإمبراطور قال هيوجو والبطل قمل وقال إن الأول هو هيوجو أما الثاني هو أنا، قريب الإمبراطور والسنوى بانت في وشي بتلتنا والبطل قمل وقال هيوجو يدن بأنني أريد الأرش لنفسي لكن، أنا لا أحتاج بالأرش لذا أحتاج لزوجتي لا تمتلك أي علاقة في السياسة ومشاهبة وأنا محدود للكاؤك إذن، ما رأيك؟ هل تقبلين أن تكون زوجتي مزيفة؟ إذا قبلت رجع أن تعلي إلى غرفتي في الليل وفي الليل، نرى بطلتنا تتجاهز للزواج بالبطل وتأتي إلى غرفته، وتفكي فهذه السابقة، لم أصبع بأن يوجد شخص خريب للإمبراطور أنا لم أعضفهم أي شيء لكن، أنا لا أمتلك أي كيار كما يستغلني، أنا كما سأستغله ودخلت الغرفة وقابلت البطل اقترب منها البطل، وسألها إن كانت قررت وهي قالت، أجل، أنا قررت أن أكون زوجتك والبطل قال، اتفقنا إذن، وجعلها تجلس في السرير وقال، أمام الناس، علينا أن نتظاهر بأننا نحب بعضنا البعض ونشق بعضنا البعض وفلتسمحي لي أن أعطيكي علامة في ونككي وهي قبلت بذلك ولما هولا نقترب منها، تذكرت هيوجو وكيف كان يعاملها، وكيف كان يستغرل كل جسدها وبدأ التسرخ من شدة الخوف، بدأت تدفع البطل هو كان منسدم، فلم يثوق ذلك التسرف هاولا نيو كيفها، لكن ما مرت فيه، كان سابا لقد عاشت بموانا، ورأت أئلتها تقتل مرة عديدة وكل ما حصل كان بسبب يخب السام الذي كان يمتلكه هيوجو، كانت تبكي بشدة، وهو هاولا نهدئها، لكن لم يقدر ذلك، والقادمات كانوا يسمعون ومستغربين، والفضول جعلهم أن يتساءلوا، وساريم كانت قلقتنا لبطلتنا، وقررت تقترب للبعض وتسمع، ويغمي على البطلتنا، وقال البطل بنفسه، ألي أن أترف أنت مختلفة للغاية، فجأة اقترب للباب وفتحه، ووقعت سارين بشكل مهرج، والبطل سألها مرت فعلي، وهي لم تقدر أن تجاوب، وهو طلب منها أن تبكى مع البطلة، لأنها فقدت وايها، طلبت منك بقى في القارج، لكن لم أطلب أن تتجسس علي، فهي قالت بوشين مشرك، ألا تفكت أن أقدمكما في الليل، لأنكم من الممكن أن تحتاجوا لشيء، وأبدو بأنهم قريبون على بعدهم البعض، فساريم تتكلمك أنه صديقها، لقد قال، أنت بالفعل تعرفينك في تجاوبين، لكن من الجيد أنك بقيت في الخارج، لأن ما تمنيت أن يحدث في هذه الليلة، لم يحدث ذلك، فقد أغمي عليها، ساريم سألت، ماذا يجري هنا؟ ماذا حدث؟ فقد كل شخص في القصة مع سراخها، ماذا يحدث؟ اقتربت للبطل التي ناقالك، وقالت، إن من الجيد أن يكون فقدانها لوائها قانا مؤقتا، فهي ستكون بخير بعدما تأقدك ستمنراها، لاحظت بأن بثلتنا متبكي، إذا استدارت إلى البطل وسألته ماذا فعل لها، وهو قال، أنا لا أدري، ولا لم أفعل شيئا لها، فكر بنفسه، منذ البداية، لما كنت أنا المسؤول، فهي كانت تفكري بشخص ما، لكن من ذلك الشخص الذي كانت تفكر فيه؟ سارين قد اذهب لأفكاره، وقالت، ألا يتهال احتم بها، فمن الممكن أن تكون هي المقتارة، وصفت سايرك بأن تجيد سلامك الذاكي لي، سألها البطل، هل وجدت أي علامة في جسدها؟ وردت سارين قائلا، أنا بالفعل وجدت علامة في جسدها، لكن، لست متأكرة بعد، دنت بأنني سأتأكد بعدما تقضون هذه الليلة معا، لكن هذه المشكلة حادثت، فيبدو بأن هذا سيستقرق وقتا طويلا، وبعد ذلك، طلب من السارين أن تخرج من الغرفة، وتكبر كل القادمات أن لا تقلب بما هادث في هذه الليلة، وبعد وقت، استيكرت بتلتنا وهي قائفة وتنادي باسم هيوجو، سألها البطل إن كانت رأت قبوسا، ولاحظت بأنه كان جالسا يشرب الشاي، وقال، هل أنت بخير؟ كنتم مستقربا وقالكا عليك بمهارة الليلة ماضية، وردت أنا أتذر لكن لا أتذكر بمهارة الليلة ماضية، قال لها، البسي ملابسا الآن وتعالي هنا، فلتقلي شيئا، ولنتقلم، أريد أن أتأكد من شيء، فأنت تلبت مني أن أحميك وأنا وفقت بذلك، لكن لم تقبرين من من علي أن أحميك أو من من أنت خائفة، وهي فكرت هل ألي أن أفك بهذا الرجل أقبره بكل شيء؟ لكن قالت بصوت عالي من زوجي السابق، فكرت بهيوجو، كنت أحب هيوجو، وكنت معمية بحبه، الشخص الوحيد الذي كنت أحبه، وآشقه، وهتأفك به، وأدن بأنه سأحميني، قال هيوجو، وقبل أن نتقلم بشأن الزوجي السابق، علينا تهدد بشأن التفولة، في السور الآائلي كنا نبدو متحبين، ومتفاهمين، لكن في تلك الآائلة كنت منبوضة، في المدرسة تلبت المعلمة أن يحضروا ولي أمرهم، وسألت نفسها بتلتنا الصغيرة، هل ألي أن أطلب منها ذلك؟ مدلو كانت مشغولة، وحتى لم تقدر أن تأتي، وبعد ما عادت إلى المنزل، تفاجأت بأن أختها كانت تسوي فوضى في كل مكان، وطلبت من الأخت أن تتوقف من ذلك، لكن الأخت لم تستمع إليها، بل كانت تبكيها أمامها، وفجأة عادت أمها وأبوها إلى المنزل، وأمها هزأت البتلة، لماذا المنزل واسخا؟ وهولت البتلة أن تبرر، كانت تقول بأن أختها كانت تلعب ووسخت المنزل، لكنها ندفت من قبل، ولم تستمع إليها أمها، ورحلت لكي تتروش، وتركت بنتنا الصغيرة لكي تندف المنزل لوحدها مجددا، والبتلتنا المسكينة بدأت تندف، وقانت تفكر، أجل كنت مهكة، لم يكن علي أن أكبرها، لذا سأمشي لوحدي إلى المدرسة في الغد، وفي يوم الثاني، بتلتنا كانت ستقرج إلى المدرسة، لكن أمها وقفتها وسألتها، لماذا لم تقبريني باجتماع عائلي للمدرسة؟ وسألتها إن كانت تريد منها أن تأتي إلى المدرسة معها، وجاوبت البطلة بكل براءة بنام، وفي المدرسة كانت بتلتنا صعيدة لأن أمها أتت، وفكرت، في مرة القادمة سأدرس جيدا لكي تأتي أمي، وأجعلها فقورة بي، وبعد المدرسة، نرى بتلتنا وأختها تمشون مع أمهما، والأم قالت، كم هذا مكيب للأعمال، فأنا دننت بأن ابنتي ستكون متفوكة، لكن إذا كان وضو هكذا، ففي مرة القادمة لا أريد أن أأتي إلى هنا، والبطلة هازنت، وقالت، أنا آسفة يا أمي، سأصبح بتات متفوكة، وأريدك أن تأتي مجددا، واتسمت الأم بمكر وأعتدرت لابنتها، وقالت بأنها كانت هازينة فقط لوحلة، وفي مشهر آخر، نرى البطلة وأختها واقفين في الزاوية بانتدار أمهما الذي كانت مشغولة في الحاتف، وبعدما لاحظت بأن ابنتها كانت تنظر إليها، سلمت بيديها، وأخت البطلة بكل التهاور برات بالرقود لأمها، والبطلة كانت تهاوي الإقافها، لكن فجأة يأتي السيارة ويسجم كل من البطلة وأختها في مشهر مؤسف، لكن البطلة لم تفكر وايها بعد، ورأت أمها تركض في اتجاههما، وقالت بنفسها، أمي، هذا مؤلم، مؤلم للغاية، رجع أنت علي إلي، على الأقل جايلين أرى بأنك تقلكين علي، لكن الأم تجاهلت بتلتنا، واتجهت إلى ابنتها الصغيرة، وبعدما رأت ذلك المشهر، بتلتنا فقدت وايها، فجأة استكدت وهي قائفة، وندرت إلى الغرفة، ورأت أختها كانت فاكدة اللي وايها، والدمادات يملؤون وشها، شارت لي وحلة بالراها، على الأقل أختها بخير، لكن بدأت تبكي، وتلوم نفسها، كان علي أخميها، أنا أكبر منها، وفجأة بدأت تسمع أصوحت، كيف لا أكون غاذبا، والأب هاول تحديئة الأم، لكنها استمرت بالغذو أكثر فأكثر، كيف تقول لي أن أحدى، وابنتي الصغيرة مغمنة ليها، إذا لم نفعل شيئا، فسيندهي أمر بنا في الشارع، لا أريد أن أعيش بتلك الطريقة، إن كل ما هادث بسبب تلك الفتاة، تكسيد بثلتنا، بثلتنا بدأت باللوم نفسها، إن أمي على حق، لو لم أطلب منها أن تأتي إلى المدرسة، لم هادث كل هذا، ليتني لم أكن آنانية، على الأقل أختي لم تتأدى هكذا، وأمي لم تكن ستسبب حازينة إلى هذه الدرجة، أوه، بثلتنا الصغيرة مسكينة، برا تشفق عليها، بعد وقت، أنا وأختي قرجنا من المستشفى، وعائلتي لم يقدر التقاليف للمستشفى، لذا بالمنزل وانتكلنا إلى منزل أصغر، منذ ذلك الحادثة، نظرات أمي لي، وكمان ذلك الألام في وجه أختي، كان قافلا لأن ألوم نفسي، وأصبح صعب علي نظر لوجههما، بعد السنوات، أصبحت عازفة وقاتبة مشهورة للأغاني، لكن لم أقدر استكدام إسباب صغيرة بسبب تلك الحادثة، والناس أعطوني اهتماما كبيرا بسببي تمكني بالأصب من غير استكدام تلك الأسباب، بعدما أغنيتي قسرت الدنيا، أمي شوفي هذا، أغنيتي مرشاة للجائزة، الأم ردت، هل حقا هذا صحيح؟ أنا فخور بك، الآن، أقبرا ما تستطعطيني المبلغ الشهري للمنزل، والبطلة ردت بكل هزن بأنها ستتلقى المبلغ بعد الأسبوع، وستعطي كل المبلغ لها، والأم بان عليها السعادة، وخالت هذه المرة سنصل على مبلغ جيد، لأن أغنيتك أصبها مشهورة، هذا الأسبوع كان سعبا، ماذا كنت سعفال من غيرك، ونهادت من مقاذها، وأنكت البطلة، والبطلة فكرت، هذا صحيح، لأنني سبب مواناتكم، كل محادة بسبب، أليا أحاول أكتر فأكتر، ربما هكذا آئلتي سيسبهون سعيدين، وفجأة انزلقت السيارة، وبدأوا كلهم بالصراخ، وهكذا أنا وآئلتي دقلنا إلى العالم السفلي، وأنا قبلت هيوجو، قال بأنه وقع بهبي من أول لحظة، لأنني كنت سببه أمه، أخذنا أنا وآئلتي إلى قاسره، واحتم بنا، كان يعبر بهبه دائما، وجعلني أشعر باهتمامه، كان هذا أول مرة شخصا اهتم بإلى هذه الدرجة، أثى إلي وقع أنه ممكذي، دوب الجليد الذي كان يملأ قلبي، وهكذا وقعنا فيه بوعدنا البعض، لكن فجأة تذمر كل شيء، هذا الحكير ظهر في وشي الحقيقي، بدأ بقتل كل شخص اقترب مني، حتى الناس الذين كانوا يساعدونني، كان يقول لي بأنهم لمسوا ذلك اليد الذي أمتلكه أنا، لا أريد أن أحد يقترب منك، أو يلمسك، أو حتى يراك، كان قل مجنون، وكل مرة يبرر بالتصرفات الذي يقوم به بالحب، كان يقول دائما بأنه يحبني، نعود في وقت الحالي، نرى البتلة ترتجف، وبعد البتلة بالقلام، إذا، تريدين من أن أحميك من الزوجك السابك؟ فكرت البتلة، حويتها يدن بأن زوجي السابك عيش في الأرض، لذا، قالت بصوت مرتبك، أكسر بكل رجل في هذا العالم، كما ترى بسبب زوجي السابك، سرت أخاف من كل رجل، سألها، ماذا عني أنا؟ ألستو رجل؟ وهي ارتبك واجبت، أكسرو، ربما، لأنك جميلا، اتصمو خال، أو، حقا، لهذا السابب تالب تيني، يبدو بأنك مرتهة ماي، أليس كذلك؟ لو لم تفكري وايك في الليلة الماضية، لو جعلتو كتارين، كم أنا رجل، آه، كم أنت منحارف يا بطل، لكنك وسيم، وسيم منحارف، على يتيحال، علينا ذهب في مكان ما، يدر مأدب صغير في مكان صغير، أن أمتلكه، وسألت البطلة، إذن، لماذا لي الذهاب هناك؟ وليس هذا واضحا، لأن الرجل، يهب أن نشارك سعادة إلى من يهب، يجب أن نهده لكل شخص، كم نحن نهب بعضنا البعض، وبعض وقت، نرى بطلتنا في الآربة، والبطل أكبرها بأنها سترافق في كل مكان بعض هلا، وعرفا إلى هارسها الشخصي، لكنها تفاجأت لأنه كان صغيرا في الأمر، ودهر وسيمنا الثالي، البطلة أكبرها بأن الهارس كوي جدا وسيرافقها في كل مكان، لكن البطلة سألت إن كان سيتركها لوحدها كل يوم، ووسمنا المنحرف قال، لا تقلقي، سنكاموان بما أننا نشارك نفس الغرفة، لأننا أحب، سوف تشفينني كل يوم، وأيضا، أمر آخر، بعد ما يندهي هذه المأضبة، سنقابل الإمبراطور، سأوارفك وقانك حبيبتي، هل هذا جيد معك؟ البطلة انسدمت، وبدأت ترتجف، وتذكرت الهيوجوب، وبدأت بالتذكير نفسها بأنه حبيب هوي تالآن، كالك عليها البطل واقترب منها، وسألها إن كانت بخير، ودفعت يد البطل وقالت إنها بخير، فقد كانت تفكر، هل أهيتي هل؟ هل وسلنا؟ سألها هل أنت كالك بشأن المستقبل؟ لا تقلقي، من هذه اللحظة ستكونين محبوبة الأولى والأخيرة، عيدك بن أحميك، ومد يديه إليها، اتمنت هي ومسكت يديه باتسامة، وفي القاة المأضبة، نرى البطل والبطل يمسكان يدهم البعض ويتقلون في القاة، والبطل متفاجئ بالمنادر، أولم يقل بأن المكان سيكون صغيرا، هل هذا صغير بالنسبة إليه؟ وأخيرا ذهرت الحرباية لهذا المنحوى، يا سيدي لقد بالفعل وصلت، كنت بانتدارك، وهو علقى تهية إليها، والهرباية بدأت بالتصرف كالهرباية، ولاحظت بأن بتلتنا تمسك يد بتلنا، وسألت من تلك السيدة، وهو تجاوب هذه حبيبتي، وقام المتوقع، هكرت على بتلتنا، لكن تدهرت بأنها سعيدة، واتسمت، ولاحقا، نرى تازف في المعزوفة، وكل الحادرين كانوا مستمتين، وحتى البطل والبطل عجبه مصف، والبطل أطنع عليها وشكرها، بما أن نصفك جميل جدا، سأحديك أمني واحدة، واتلبي كل ما تريدين، وبما أنها هرباية، جاوبت، إنني لم أعزف هكذا لكي أتلقى هدايا، لكن إذا تسمع، أريد تلك السيدة أن تعزف لنا المعزوفة، كانت تقصير بتلتنا، لقد لحظت بأن يديك الجميل لديه بعضا من العلامات، والعزفات يعرفون بعضهم البعض، لذا لقد لحظت ذلك، إذا لم أكن مختى، فعزفك سيكون جميلا كمظهرك، والبطل سألها إن كانت تعرف حقا أن تعزف تلك العالة، سأكون كدابا إذا قلت بأنني لا أريد اسم عزفك، لكن لست مجبرة على ذلك، كانت بتلتنا مترددة، وفجأة طلبت من البطل أن أوتيها أمنية إذا عجبه العزف، كما أوتيت تلقى الهرباية أمنية، والبطل يتفاجأ من دلبها، وقال، يبدو بأنك لتفهمينني جيدا، إذا عزفت أو لا، سأعطيك كل ما تريدين، وأنا كل رجاء واحد من هويتة هنا، والبطل فرحت، والهرباية كانت تتسم كالهرباية، يعني كالآذة، والبطل قالت، إذا سأبدأ بالعزف، اسم أغنية هي بدون أنوان، وفكرت، كان هذه أول أغنية أنا قتبته بعدما وصلت في العالم السفلي، كنت محبوسة في مكاني لا يمتلك النوافد حتى، بسبب ذلك المحووس خيوجه، كنت لا أقدر فعل أي شيء سوى العزف تلك الآلة، وهكذا هذه الأغنية انولدت، من شهوري بالوحدة، والهزن، والتعاسة، والندم، وغيرت بالعزف، كانوا كلهم منبهرين، وتلك الحرباية كانت مندهشة، كانت بثلتي نتازف بكل الشغف، بعض ما اندهت من الأصف، تفاجأت بأن كلهم كانوا يسفكون لها، والبتل قال، كان هذا أجمل الشيء إن سمعت في كل حياتي، بما أنك أعزفتي هذا الجمال، سأعطيك أمنية قم تلبتي، والبتل التي قالت، بأن ستقبره بالأمنية بعدما يكون لوحدهم، والهرباية ادايت، وبدأت تقرج من الهقاء، أه تستاهلين يا أنانية يا هرباية، بدأت بالسراك بعدما خرجت من القاعة، كالمجانين، وبدأت تتكلم نفسها، ألم يكن ذلك المكان في جانبك ينتم إلي؟ واو، ما هذا الحقد، هدئي من رويكي، النهاية، سنكمل الجزء الباكي في الفيديو القادم، لذا لا تنسوا نتضغط على زر الاشتراك، واللايك الجميل، لاللقاء، ترجمة نانسي قنقر، ترجمة نانسي قنقر